زعمت منظمة التضامن مع العدالة في كوريا الشمالية وهي مجموعة متخصصة في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أن الصين أعادت قصراً حوالي ستمائة هارب كوري شمالي كانوا مسجونين في عدة مناطق حدودية صينية أشرت المنظمة إلى أن عملية الإعادة القصرية إلى كوريا الشمالية قد تمت في وقت واحد وفي أماكن مختلفة منها داندونغ وهونتشون حيث جاء بعض المسؤولين التابعين لجهاز الأمن الكوري الشمالي مباشرة إلى تلك المناطق الصينية من أجل الإشراف على عملية الإعادة وأوضحت المنظمة الدولية أن معظم أولئك الهاربين كانوا من النساء والردع والأطفال وقدرت المنظمة عدد الهاربين الكوريين الشماليين المحتجزين حالياً في الصين بحوالي ألفين من جانبها قالت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تتحقق حالياً من صحة هذه المعلومات وأكدت مجدداً موقفها الذي يشدد على أنه لا ينبغي إعادة الهاربين الكوريين الشماليين قصراً إلى بلادهم تحت أي ظرف من الظروف ترجمة نانسي قنقر